موسيقى أعزائي الطلبة وطالبات الصف الثالث أعدادي أهلاً وسهلاً بكم في قناة مدرستنا وحلقة جديدة من مادة العلوم تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم في الحلقة السابقة تحدثنا عن التنفيذ البياني للسرعة المنتظمة والسرعة الغير منتظمة ولجسم ساكن في هذه الحلقة نتحدث عن العجلة وأنواع العجلة ونحل عليها بعض المسائل ونشوف مع بعض الحلقة المحطة في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن مفهوم العجلة وقانون العجلة وحدات العجلة أنواع العجلة ومسائل على العجلة أنا عشان أفهم مفهوم العجلة ناخد نشاط يفهمني الموضوع ده إذا كانت هناك سيارة ثابتة لا تتحرك يعني سرعتها سفر وبدأت تتحرك في السرعة تزداد تدريجية فلو السرعة زادت من سفر إلى عشر متر في السنة متر كل سنة في السنة الأولى ثم تزداد إلى عشرين متر كل سنة في السنة الثانية وهكذا كما في الرسمة الذي أمامك يعني إحنا عندنا عربية كانت سرعتها زيرو يعني وقفة خالص وبدأت تتحرك بدأت تتحرك والسرعة تزيد واحدة واحدة فالسرعة هنا زادت من السفر إلى عشر متر في السنة في السنة الأولى وبعد كده بقت عشرين متر في السنة في السنة الثانية وهكذا لغاية ما وصلت ستين إيه اللي باللحظة من الصورة دي أو من النشاط ده؟ إنه هنا السرعة بتزداد كل سنة عشر متر في السنة طيب نشوف النشاط الثاني لو أنا عندي العربية كانت سرعتها مية وابتدت تقل في السرعة يعني السواة بتداد يدوس فرامل فنقص السرعة ووصلها إيه؟ إلى تسعين متر في السنة في السنة الأولى بعد كده نقص إلى تمانين متر في السنة بعد كده سبعين ستين اللي بلاحظوا إنه السرعة عملت إيه لكل شوية عشر متر إيه كل سنة يعني السرعة بتتناقص عشر متر كل سنة في كل سنة برضو دي اسمها العجلة يبقى لو السرعة تغيرت بالزيادة أو بالنقصان التغير في السرعة اسمه العجلة يبقى نلاحظ اللي ولقى النشاط ده إنه السرعة تتغير بالنقصان يعني السرعة تقل زي ما قلنا عشر متر كل سنة يبقى مفهوم العجلة هو إيه التغير في السرعة خلال وحدة الزمن أو هي المعدلة الزمني للتغير في السرعة فلو فرضنا إنه العجلة هنرمز لها بحرف جيم والتغير في السرعة بدلتا عين والفترة الزمنية بدلتا زال فيكون قانون العجلة بالشكل ده اللي هو العجلة تساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن عشان نجيب التغير في السرعة هنقول التغير علامة دلتا عين قصد بيها عين اللي هي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية يعني زي الشخص اللي كان ماشي بسرعة مية وفي الآخر بقت سرعته زيرو يبقى التغير هنا إيه؟ هيبقى سفر إلى ناقص مية يبقى ناقص مية واللي ابتدى الحركة من السفر وبقت كده ابتدت سرعته تزيد تزيد كل شوية عشر عشرين يبقى تزيد 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 ت لا طول لازم تبقى هيك كبيرة لا السرعة النهائية можم تبقى عدد كبير و ممكن تبقى صغير هتبقى كبيرة إمتى لو الشخص اللي بيتحرك سروعته تتزايد تبقى السرعة النهائية كبيرة إنما لو الشخص عمله يتباطئ بسرعته هتبقى السرعة النهائية هنا مقدار صغير فتبقى بالتالي العجلة بالسالم يبقى عندي جيم تساوي عين اتنين اللي هي السرعة النهائية ناbi السرعة الابتدائية على الظرّن طب أنا عايزة أستنتج وحدة قياس العجلة تعالوا كده قبل أن نقول الوحدة نبص كده مع بعض العجلة تساوي السرعة على الزمن يبقى لازم أحط وحدة السرعة على وحدة الزمن حد يفكرني إيه وحدة السرعة؟ وحدة السرعة كانت إيه؟ متر على الثانية أو كيلو متري لكل ساعة يبقى هنحط فوق متر على الثانية والزمن هنحطه إيه؟ بالثانية نبص كده مع بعض وحدة قياس السرعة على وحدة قياس الزمن طب السرعة بإيه قلنا؟ متر كل سنية ووحدة الزمن سنية يبقى الهتبال الخلاصة إيه؟ متر على سنية في سنية يعني متر على إيه؟ سنية تربية يبقى دي هي وحدة السرعة يبقى وحدة سرعة وحدة العجلة يبقى وحدة العجلة متر لكل سنية تربية أو بنقول عليها كيلو متر لكل إيه؟ مربع ساعة طيب في حاجات كده لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنحل المسائل بالنسبة لمسائل العجلة أنا عندي بنحط القانون في شكل المسلس ده المسلس ده سحري بنجيب منه أي حاجة لأنه هو مش كل الأسئلة بيقولك احسب لي العجلة ممكن يقولك احسب لي العجلة يبقى مديك التغير في السرعة ومديك الفترة الزمني ممكن يقولك احسب لي الزمن يبقى في الحالة دي هيديك العجلة وهيديك التغير في السرعة او يقولك هات التغير في السرعة ويبقى مديك العجلة والزمن يبقى لو طلب مني العجلة هقوله هي التغير في السرعة على الفترة الزمنية اللي هي دلتا عين على دلتا زين دلتا ما تخافش من دلتا دلتا يعني التغير في السرعة انا كنت ماشي بسرعة 100 بقت سرعة 120 يبقى التغير كام؟ 20 يعني التغير هنا بتطرح السرعتين من بعض بس السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية طيب يبقى انا هنا لو عايزة احسب التغير في السرعة حول التغير في السرعة بسوي ايه؟ العجلة في الفترة الزمنية اللي هو دلتا عين اللي هو التغير في السرعة جيم العجلة في دلتا زين اللي هي ايه؟ الفترة الزمنية طيب لو عايز بني الفترة الزمنية الزمن يعني هعمل ايه؟ ها برافو هعمل التغير في السرعة على العجلة طيب قلنا في حاجات لازم نخلي بالنا منها وإحنا بنحل مسائل العجلة لازم كده نخلي بالنا لو قال لي جسم بدأ حركته من السكون كده مكتوب في المسألة انه جسم تحرك من السكون كلمة السكون دي بتعبر انت فورا تترجمها في دماغك انه السرعة الاولى بسفر اشي ولو طالق برضو بيتكلم في المسألة وقال لي ضغط السائق على الفرامل فتوقفت السيارة ضغط السائق على الفرامل فتوقفت كلمة توقفت بتعبر عن انه سرعته النهائية بقت سفر يبعين اتنين تساوي سفر ولو قال لي يتحرك بسرعة منتزمة يبقى هنا العجلة هي السفر لانه اصلا احنا قلنا العجلة ما بتجيش الا لو كان فيه تغير في السرعة طب مفيش تغير في السرعة يعني طول الطريق ماشي بسرعة سبتة طول الطريق ماشي بسرعة 100 مفيش تغير في السرعة يبقى مفيش تغير يبقى مفيش عجلة العجلة بسفر ولو قال لي تحرك بعجلة تناقصية اخلي بالي من كلمة تناقصية يبقى انا لما اجي اعود في قانون العجلة احط العجلة بالسالب يعني يقولي تناقصت العجلة باثنين متر كل سنية تربيع يبقى انا ااخد الاثنين دي وحط لها اشارة سالبة ناخد كده مثال بيقول لي احسب مقدار العجلة التي يتحرك بها اوتوبيس اذا تغير سرعته من 6 متر لكل ثانية الى 12 متر كل ثانية خلال ثلاث سوائن طبعا احنا قلنا زي ما احنا متعودين اي مسألة بالمنظر ده اولا ابص عيني تضرف في الوحدات هل الوحدات كده متجنسة هنبص كده السرعات بمتر كل ثانية والزمن بالسوائن الدنيا حالة ومتزبطة نخش نكتب القانون قانون ايه العجلة اللي بيساوي ايه التغير في السرعة على الزمن يعني عيني 2 ناقص عيني 1 على الزمن ايه بقى هيطلع عندي العجلة تساوي عيني 2 ناقص عيني 1 على الزمن عيني 2 هي مين اللي هي السرعة النهائية اللي هي الـ 12 ناقص الـ 6 على الـ 3 هتطلع 2 متر لكل ثانية تربية يبقى اهم حاجة اتأكد الوحدات متجنسة واكتب القانون اعود بالارقام اطلع النتيجة واكتب الوحدة وحدة مين وحدة الحاجة اللي انا بحسبها بحسب عجلة احط الوحدة بتاعت العجلة متر لكل ثانية تربية بحسب زمن احط وحدة الزمن بحسب سرعة احط وحدة السرعة نخلي بالنام الكلام ده كويس قوي طيب انا عايزة اعرف انواع العجلة دلوقتي احنا فهمنا ايه هي العجلة التغير في السرعة في وحدة الزمن حلوة اوي طيب ايه انواع العجلة العجلة في عندي نوعين عجلة منتزمة اللي هي ايه لو الشخص اللي بيتحرك غير سرعته بمقادير متساوي يعني ايه الكلام ده احنا مش فهمنا يعني زي ما انا قلت كده العربية كانت سرعتها زيرو بقت سرعتها عشرة متر كل ثانية في الثانية الاولى بعد كده بقت عشرين تلاتين اربعين وهكذا هتلاحظ الزيادة عندي منتزمة يعني السرعة زادت بمقادير متساوية في ازمينها متساوي يبال عجلة هنا على طول سبتة بتساوي عشرة برضو لو انا قلت ابتدى السرعة من مية وابتدى ينقص سرعته بقى تلسوني متر في الثانية بعد كده ثمانين نزلت لغت الزيرو برضو النقصان هنا منتزم ايه يعني Nقصان منتزم او العجلة منتزمة يعني سرعته تقل بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يبال الكلام ده ما ننساهوش عجلة منتزمة يعني العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يعني اهو زي كده سرعته كانت 10 زيرو بعد كده بقت 10 20 30 متر في الثانية كل ايه الزمن عندي متزبط كل سنة يبقى محد يسألني انواع العجلة المنتظمة في عجلة تزايدية وعجلة تناقصية عجلة تزايدية يعني سرعته عمالة زيد بمقادير متساوية في أزمينة متساوية طب عجلة تناقصية لا ده سرعته عمالة L بمقادير متساوية في أزمينة متساوية المثل اللي نقولته ابتدت من السفر 10 20 30 40 متر كل سنة في كل سنة دي سرعته بتزيد يبقى دي عجلة تزايدية إنما أنا كنت ماشية في الطريق بسرعة 100 وروحت ركنتي تحت البيت فأنا ماشية إيه بانتظام سرعة 190 80 لغاية ما وصلته ركنتي تحت البيت يبقى هنا العجلة بتاعتي تناقصية يعني التغير في السرعة ببقى إيه بمقادير متساوية يبقى أنا التزايدية الشكل الرسمي بتاعها ببقى بالمنظر ده نبصت كده هي علاقة بين الزمن والسرعة وبتبقى عجلة متزايدة ومنتظمة ببقى الخط كده مستقيم يمر بنقطة العصل ولو جينا فسرناه هنلاقي السرعة عملة تزيد مع مرور الزمن يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتازايت سرعته بمقادير متساوية أهم حاجة الزيادة هي اللي تبقى بمقادير متساوية الزيادة في السرعة في أزمينة متساوية وبتبقى في اللحظة دي السرعة ملا إيه السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية بتدات زيرو سفري لغاية ما وصلت السرعة مية بس الزيادة إيه كانت بشكل منتظم يبقى السرعة النهائية أكبر من السرعة الابتدائية طيب ويقول لي وتكون مجابة وتحدث عندما السيارة تكون ساكنة وتزيد سرعتها التدريجي يبقى من الاخر كده العجلة المنتظمة التزايدية اللي فيها السرعة بتزيد بمقادير متساوية في ازمينة متساوية اشارتها ايه مجابة بتحدث ايه ده لما العربية تبقى سكنة في حالة سكون كده بيبتدي ايه يدوس البنزين فسرعته بتزيد بالتدريب اللي احنا قلنا عليه المثل ده كل شوية ابتدى من السكون من السفر وبعد كده بقت سرعته 10 متر كل ثانية 20 في كل ايه سانية طب العجلة المنتظمة السالبة اللي هي بيبقى الشكل بتاعها نحفظ الشكل بتاعها كويس قوي هنا بتبقى العلاقة بين السرعة والزمن ولكن ده سرعته في الاول خالص في اول ثانية كانت عالية جدا لو بصوا كده الرسم البياني ابتدى من فوق يعني سرعته كانت عالية وابتدت مع مرور الزمن ايه تقل كانت 100 بقت ايه 90 80 تابتدت تنزل يبقى هنا العجلة اسمها عجلة سالبة عجلة ايه منتظمة بس سالبة وبيبقى ده الشكل بتاعها يبقى العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية يعني من الاخر سرعته بتقل بمقادير متساوية والمثل يبقى السرعة النهائية اكيد هتبقى ايه اقل من السرعة الاولى واشارتها سالبة يعني انا ابتدت بسرعة 100 وابتدت اتناقص لغاية موصلة السف يعني سرعته في الاخر سف سرعت النهائية 0 او 0 دي بتبقى اقل من السرعة الاولى وتحدث عندما تكون السيارة المتحركة سريعا ثم تتباطأ في سرعته في حالة استخدام الفرامل زي ما قلنا كان سرعة 100 وابتدت تقل لتسعين ثمانين سبعين كده السرعة عملت اقل بمقادير متساوية ايه هي المقادير خلاص يبقى العجلة او التناقص هنا السرعة دي العجلة دي عجلة منتظمة سالبة لانها ايه كانت السرعة عالية جدا وبتدت ايه تقل لما نيجي نعوض عنها في المسألة هنحطها ايه بالسالب طب ما معنى العجلة بتساوي ناقص 5 متر لكل سانية تربيع هنقول له هنا معناها انه كل سانية سرعته بتقل 5 متر لكل سانية يعني مثلا لو سرعته 20 هتبقى 15 هتبقى 10 هتبقى 5 وهتبقى دي معنى طالما قال لي العجلة بالسالب يبقى السرعة بتقل بتقل بالمقدار ده لما يعني ان السرعة تقل بمقدار 5 متر لكل سانية في كل سانية في عندنا سؤال من بنك المعرفة جميل جدا وبيجي في الامتحانات السؤال ده حلو قوي عايزين نبص كده عليه بيقول لي صف حركة الجسم واحسب العجلة في الفترات التالية عايز نحسب العجلة ونوصفها اللي هي عجلة تزايدية او صفرية او تناقصية في المنطقة a b المنطقة a b اللي هي دي منطقة دي عايزة احسب العجلة هنا وكمان عايزة احسب العجلة في ال b c وعايزة احسب العجلة وعرف نوحة في الايه في الخط ده اللي هو cd احنا قلنا قبل كده يعني اللي احنا اخدناه النهاردة الملخص بتاعنا كنا بنقول الرسمة بتاعة العجلة التزايدية يعني هنا بيبقى عندي سرعة وهنا الزمن عجلة تزايدية يعني السرعة بتبتدي بالسفر بتدي تعلى معايا السرعة ايه بتاعلى معايا بتبقى بالشكل ده دي اسمها عجلة تزايدية انما لو السرعة اصلا كانت عالية وابتدت تقل انما لو كانت السرعة لا تتغير يعني عندي الجسم ماشي بسرعة سبتة فالعجلة تساوي صفر اذا المقطع a b a b ده كأنه ده بالزبط يعني نفس الشكل يبقى يسمى حركة ايه العجلة تزايدية لانه هنا سرعته في الاول صفر وبعد كده بقت سرعته 30 يعني بيبقى تزايد في الصرعة طب المقطع c d ده سرعته كانت في الاول 30 وبعد كده نزدت للصفر انا باخد السرعة من الايه من محور الصداد يبقى هنا دي عجلة تناقصية طب ال b c هنا في الاول كان سرعته 30 وفي الاخر سرعته 30 يعني لم يحدث تغير في السرعة يعني ماشي بسرعة سبتة يبقى لا توجد عجلة يبقى هنبتدي نكتب العجلة ال a b تزايدية ال b c صفرية ما فيش عندي عجلة خالص لانه ماشي بسرعة سبتة ال c d عجلة تناقصية انا ذكرت النوع طب انا عايزة احسب القيمة القيمة عشان احسبها هقول القانون العجلة تساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الاولى على الزمن النهائي ناقص الزمن الاول دي زمن تعالوا نبص في المقطع الاول ايه بيه عندي السرعة في الاول كانت سفر وفي النهاية كان 30 يبقى 30 ناقص سفر على الزمن النهائي كان 10 من هنا لهنا اهو احنا بناخد كده الزمن بتاعنا 10 ناقص سفر يبقى هتبقى 10 ناقص سفر يبقى الاجابة هتبقى ايه 3 متر لكل سانية تربيع طب تعالوا نشوف ال b c احنا قلنا صفرية عايزة اعملها بالقانون حقيقي هي صفرية ولا انت بتقولي كلامه بس هنكتب القانون احنا لسه كتبينه هنقولي العجلة السرعة الاولى كان 30 والنهائية 30 يبقى 30 ناقص 30 على الزمن الزمن النهائي ايه نبص كده ننزل الخط كده يطلع للزمن النهائي وده الزمن الاولاني يعني 20 ناقص 10 هتطلع الاجابة ايه 0 على 10 وهنا واخدين قبل كده في الرياضيات 0 على اي قيمة بتساوي 0 طب التناقصية هنمسك المقطع من cd هنقول السرعة هنا بالنسبة للمقطع cd الاولانية كانت 30 نهايته كانت 0 يبقى هنقول 0 ناقص 30 يبقى هيبقى عندي الاجابة ناقص 30 على 10 الاجابة هتبقى ناقص ايه 3 متر سن تربية يبقى بكده حلينا السؤال تعالوا نبص عليه كده بشكل اوضح يبقى زي ما اتفقنا تزايدية تناقصية صفرية ودي ايه تناقصية الحل انتوا فاكرين كنتوا معايا دي طلعناها 3 متر دي كل ثانية مربع وعجلة صفرية ودي كانت ناقص 3 طب تعالوا نشوف اسئلة تاني ناخد مسئلة برضو دي من بنك المعرفة هنقف كده مع بعض كده على البورد ونحلها وانتوا جاهزوا ورق وقلم وحلوا معاين تعالوا نحل مع بعض السؤال ده قلنا السؤال ده خدناه من بنك المعرفة نبص عليه كده مع بعض نقرأ كويس وبتأمني بقولي سيارة السباق بدأت حركتها من السكون شايفين السكون دي ليها معنى حتى وصلت سرعتها الى تسايد متر كل سنة خلال 20 سنة احسب العجلة يبقى انا كلمة السكون دي فورا تترجم في دماغي ان السرعة الاولى تساوي سفر والسرعة النهائية بتسعين متر لكل سنة خلال 20 الزمن الدهوني بايه الدهوني بعشرين سنة ومطلوب مني احسب العجلة فورا انا كتب بصيت كده الوحدات المتشابهة حلوة مع بعض متطبخة هكتب العجلة تساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن السرعة النهائية كام السرعة النهائية تسعين هاعمل تسعين ناقص السرعة الاولى اللي يناقص سفر على الزمن اللي هو ايه عشرين كأنها هتطلع تسع على تنين هتساوي أربعة ونص وما ننساش انا بحسب ايه عجلة بلازم اكتب الوحدة بتاعتها متر لكل سنية تربية متر لكل سنية تربية وبكده خلصنا المسألة دي نشوف اسئلة تاني اختر بيقولي هنا اختر الاجابة الصحيحة مقدار التغير في السرعة في وحدة الزمن هو ايه المسافة العجلة الكتلة ولا القوة احنا التعريف ده اول ما ابتدنا بحلقتنا قلنا ده مفهوم ايه مفهوم العجلة العجلة هي التغير في السرعة في وحدة الزمن يبقى تبقى الاجابة العجلة السؤال اللي بعده اذا كانت سرعة جسم في لحظة ما خمسين متر وبعد خمس ثواني اصبحت سرعته خمسة وعشرين فان الجسم يتحرك بعجلة يلا مع بعض سريعا العجلة تساوي ايه السرعة النهائية ناقص السرعة الاولى على الزمن السرعة النهائية ايه جسم في لحظة ما كان سرعته كده يبقى دي سرعة واحد وده الزمن واصبحت يعني دي السرعة ايه التاني يبقى حنقول ايه خمسة وعشرين ناقص خمسين يبقى السرعة النهائية خمسة وعشرين ناقص خمسين على الزمن اللي هي خمسة هتطلع ناقص خمسة وعشرين على خمسة الاجابة تبقى ناقص خمسة هتبقى دي الاجابة بتاعتنا ناقص خمسة اللي بعده النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسمي متحرك بعجلة تزايدية هل اكبر او اصغر من واحد او يساوي واحد دي من الاسئلة المهمة والركز عليها احنا قلنا ماشي بعجلة تزايدية ايه معنى تزايدية يعني السرعة بتعلى بتعلى يعني ابتدى من السفر بقت سرعته مثلا 100 يبقى انا عندي السرعة النهائية كبيرة والسرعة الاولى سغانطوطة تعالى نجيب الرش النسبة بينهم النسبة كبيرة على صغير رقم كبير على صغير لازم يبقى ايه اكبر من واحد هتبقى الاجابة دي هتبقى الاجابة اكبر من واحد هنا عندما يتحرك الجسم بعجلة تساوي صفر فهذا يعني ان الجسم يتحرك بايه كلمة عجلة صفر يعني ما فيش تغير في السرعة يعني السرعة سبتة يبقى ايه برافو عليكم يعني سرعة منتظم وبكده خلصنا حلقة النهاردة ارجو ان انتو تكونوا استفدتوا واستفدتوا من بعض المفهيم اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي مفهوم العجلة وانواع العجلة والرسم البياني وحل بعض المسائل وشكرا لكم وانقاكم في حلقة جديدة